مرحبا اليوم راح نقدم لكم قص عراقي بطريقة الفرن نقدر نسويه بالفرن او بمقلات بغاراتنا تكون على هذا الشكل ملعقة الطعام كركم ملعقة الطعام فلفل اسود ملعقة الطعام كمون ملعقة الطعام فلفل احمر بوفريكا ملعقة طعام زنجبيل ملعقة طعام ثوم مطحون ناشف نصف ملعقة طعام من القرفة او الدارسين نصف ملعقة طعام من القرنفل مصمار ونصف ملعقة طعام الى ملعقة طعام حسب الرغبة هاي البهارات ملتنا واللحم ملتنا راح نقطعها على شرائح بشكل شرائح وبعدين نقطعها على شكل استراغانوف وبعدين نخمرها بتخميرتنا هي نصف كوب من الخل الابياض نصف كوب من العصير الليمون او كوب من الخل كامل وبعدين طبعا حسب الكمية اللحم نقدر نستخدمها ونصف كوب من اللابان ونصف كوب من الراشي على طحينا وبعدين نحط لهم هاي شوية زيت اذا نحب بهذا الشكل راح نقطع لكم اللحم هكذا وبعدين نقدر احنا نسويها بعد ارفع استراغانوف مع الشحم مالته على مود يطلع شوية طري واللي يحب يخلي شحم الغنم او لحم الغنم هذا بس بقرحة تاني ايه اكو ناس تحط غنم اميرا وياها وشحم الغنم ينطيها اكثر طراء وطعم بس تصير اكثر دهنينة احنا ما نحب الدهين بالبيت لانو هاي اللي بيت دا سويها في هذا الشكل تلاحظون وبعدين مقطعها ونرجع لكم بعد التخمير لانو هاني منطلع الفيلم القبل هذا على شوية القص ونفس مقادير تدبيل المالتنا ونفس الوقت اثناء الساعة اهم منها ياخذ تقريبا ليلة كاملة بالتخميرة ونخمرها بكيس نايلون او نغطيها بكيس نايلون او اي قبغ جدرية بهذا الشكل نغطيهم ونحطهم بالثلاجة والثاني يوم نطلعهم اما نسويها بمقنات حامية جدا نخلي لها شوية زيت وبعدين نخلي القص الشرائح الخفيفة لستراغونوف نقليها بيه ويلان يحمر او نحطه نفرشه بالصينية مثل ما رح اشوف لكم هسا سويته حطيناه بالصينية وبعدين خليناه بالفرن بدرجة حرارة 200-120 درجة مئوية وننطيع الحرارة من فوق وجوه وبعدين ننطيع عشر دقائق بس من الوجهة من الفوق انا مودي اخذ لون بهذا الشكل راح نخليه بالثلاجة ونرجع لكم مرة ثانية لنتكون الليلة كاملة وهاي التخميرة ملتنا بهذا الشكل ملح ومعون خاشوقة ونص ملح خاشوقة ونص بغارات ونفرش اللحم ملتنا بهذا الشكل ميصينيات الفرن ونحن طبعا بهذا الشكل والفرن لازم يكون حامي بدرجة 220 يكون درجة حرارته يعني كثير عالية ومن الريد نطلع قبل ما نطلعه بخمس دقائق انعلي درجة حرارة 250 إلى 300 بس من فوق انا مودي اخذ لون اللحم وبهذا الشكل راح يطلع عسى هذا شكل نهائي لللحم بعد ما طلعته من الفرن وصار طري وطيب يعني استوى وهذا راح نقدمه بشكل معون مع بطاطا مقنية اصابع البطاطا وصلاة وطماط طماطوية وطرشي اذا واحد حاب طرشي اذا حاب مخللات بصفة وصوص اكون انواع الصوص واحد يقدر يخلي بياه الصوص عندنا طرطور عندنا فيتلوكس صوص وهذا الشكل النهائي مع الخيار والطماطع والتسلط الخاس يعني والطرشي صحتين وعافية اذا اعجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة مع تحيات ادمون الشيف ادمون لكم اه جربوا هاي الاكلة واذا حبيتوا سووونا شير عن المود اه هي استفاد منه اكثر الناس ونلقاكم بطبق اخر جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة